شهد الفريق أو الركن اسمه الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني الحفل الختمي لبطولتي الرماية والمراثون العسكري وذلك تزامنا مع احتفالات الحرس الوطني بالذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسه حيث أقيم الحفل بحضور معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني وكبار ضباط الحرس الوطني في مجمع ميادين الرماية بمعسكر الاصخير ولدى وصول سمو رئيس الحرس الوطني إلى موقع الاحتفال عزفت الفرق الموسيقية سلام سمو الرئيس الحرس الوطني بعدها استأذن قائد العرض بانصراف الطابور لتبدأ التصفيات النهائية لبطولة الرماية بالأسلحة الثلاث الرشاش والمسدس والشوزن وذلك بين فرق وحدة العمليات الخاصة وكتيبة الحراسات ووحدة الشرطة العسكرية حيث فازت وحدة العمليات الخاصة بالمركز الأول في الرماية للأسلحة الثلاث والمركز الأول في مسابقة الرماية للفردي وأعقب ذلك وصول المتسابقين في بطولة الماراثون العسكري الذي انطلقت فيه وحدات الحرس الوطني عند الساعة السابعة والنصف صباحا لتقطع مسافة 42 كيلو مترا ابتداء من معسكر الصخير باتجاه دوار عوالي الجنوبي ثم شارع شجرة الحياة وصولا لشارع الملك حمد ومرورا بمنطقة الرميثة ثم العودة إلى منطقة العمر وانتهاءا بالمنصة الرئيسية لمجمع ميادين الرماية بمعسكر الصخير وأسفرت نتائج البطولة عن فوز وحدة العمليات الخاصة التي قطعت مسافة السباق بمدة ساعتين وخمسين دقيقة وأربع عشر ثانية لتكون بذلك أول وحدة تنهي مسافة السباق وفي ختام فعاليات الحفل قدم فريق الحرس الوطني للقفز الحر بالمظلات عرضا أمام سمو رئيس الحرس الوطني والحضور ووفق الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه منح الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وسام الخدمة العسكرية من الدرجة الأولى للمقدم الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة قائد وحدة العمليات الخاصة ووسام الخدمة العسكرية من الدرجة الثانية لعدد من ضباط الصف تقديرا لتفانيهم في أداء واجبهم العسكري كما تفضل سمو رئيس الحرس الوطني بتوزيع كأسي بطولة الرماية للوحدة الفائزة بالمركز الأول في الرماية للأسلحة الثلاث والرماية للفردي وكأس بطولة الماراثون العسكري وفي ختام الحفل عبر سمو رئيس الحرس الوطني عن اعتزازه بالإنجازات المشرفة التي حققها منتسب الحرس الوطني في جميع المحافل الرياضية الداخلية والخارجية مؤكدا أنها ترجمة حقيقية للرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه الداعم الأول للرياضة في المملكة ترجمة نانسي قنقر